رحمة الرحيل. اهلا بكم. نكمل مع بعض ان شاء الله. وهنبتدي ان احنا نعمل البروجيكت ده. طبعا هنستخدم المشروع بتاعنا هنا هنستخدم عشان كله يعرف احنا هنستخدم ايه بالزبط. عاوزين على الاقل نفعل اول جزئية عندنا هي جزئية الهوم. وان احنا نظهر في ها الشكل ده او ده. طبعا ده جاي من. قبل ما نبدأ في الجزئية دي محتاجين نعمل مهم جدا جدا جدا. ده هيبقى ثابت معنا. هو ثابت معنا في اي بروجيكت ولا يمكن او حد شغال كويس ومش عامل دي. ايه هي دي اللينك بتاع الوبسات بتاعك. اللينك بتاع الوبسات بتاعك لازم يبقى انت محدده وموجود عشان لو تغير في اي وقت هتغيره مرة واحدة بس. طيب الكم فيجريشن ده بنحطه فين بالزبط? في ملف الكم فيجريشن. هنخش على وعندنا ونقول هنا كده خليه فوق خالص نقول سايت يو ار ال هنقول له ونسميه زي ما احنا عاودين نسميه. احنا محتاجين نسميه مسلا اه او اي حاجة احنا خلينا نسميه عادي. يو ار ال يو ار ال اهو او خلينا نقول بي اختصال بي اختصال يو ار ال كده بالشكلة ده. وهنحط في بتاعنا. بس كده. مش اكتر من كده. ده المصور بتاعنا تب ليه? لأينا هنستخدمه في الرابط بتاعتنا وهنستخدمه مسلا عشان نستدعي الصورة دي اللوجو ده عشان نجيبه فاحنا نحتاجين الباص ده عشان نستخدمه لو احنا بنستخدم ملفات او سي اس 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 اس. هنحتاج نستخدمه كتير جدا جدا اثناء بتاعنا. طيب. هنروح على البوتستراب عشان بس اه هادي البوتستراب بوتستراب انا مش عارفين اللي بيحصل معاملة بكتر. كده تمام? هنخش بس عاوزين الاساسي بتاع البوتستراب مش هحتاجين حاجة كتيرة او كما نحتاجين بس ستايل سي اس اس اس. يعني احنا مش هناخد ملفات الجواسكريبت حتى. تمام? نفعل الكلام ده فين? تعالوا نروح صفحة الهم بتاعتنا. عاوزين نعمل بقى هنا. ادي الكنترولر بتاعنا اللي هو هوم كنترولر ده. عاوزين نرجع فيه نقول والله اهو. الكلاس بتاعنا اسمه واسم الملف بتاعنا هيبقى هوم. بس كده مش اكتر من كده. طب هوم دي بحتاجين نكاريتها. يبقى هنروح على وقادي هوم نتكاريتها وجهزة اهيه. لو احنا عملنا كده. ده غين الكلام ده وخلينا الجزء ده. مش محتاجين الجزء ده. خالص. دي الجزء بتاعنا. لو عملنا كده. تمام. طيب احنا مش هنعمل كده طبعا احنا محتاجين الناف بار ده. محتاجين الناف بار. وهنا بقى اه اولا انا هجيب الاجزاء من البروجيكت القديم عشان ما نعودش نعمل كوت كتير وانطول في وقت الفيديو على ما فيش. لو انا رحت على الكود القديم اه دي الفيوز والكود طبعا موجود معاك وتقدروا تجيبوه من اي مكان. اه مبدأيا قبل ما نخش في الجزء دي محتاجينش للحاجة مهمة. عندنا الهيدر بيتكرر معنا في كل الصفحات. والفوتر بيتكرر معنا في كل الصفحات. هتقول لي هنعمل الكلام ده ازاي? والله الكلام ده بسيط جدا جدا. ازاي هنعمله? خلينا نقسمها من دلوقت. ايه راييكم نعمل الفولدر هنا? اه دي نيو فولدر وهنسميه انك. الانك جوا الهيدر دوت بيتش بي. والفوتر دوت بيتش بي. الهيدر والفوتر هنشغالهم ازاي? تعالوا نشوف هنعمل فيهم ايه تحديدا? ده الكود بتاعنا الادي اللي هنشتغل ليه? ادي الهيدر بتاعنا اهو. لحد هنا كده. ده الهيدر. هناخده. ونروح اضطينه في الهيدر. ونخلي دي كده ام بي سين. ده بتاعنا وبعد كده الفوتر هيبقى في الجزء ده بس. هنروح على الفوتر ونحطين مش محتاجين خلاص الهيدر تاني ولا الفوتر تاني خلاص كده. وهنيجي هنا عشان نستغل الهيدر هنستغلق الطريقة العادية بتاعتنا. وما ننساش ان احنا فيه نستانس حطينها والجهزة. هنقول له. هننكلود. جوه عندنا فولدر اسمه انك. جوه الانك عندنا فولدر اسمه هدينا كده نرجع وناخد ونخلي ده. نرجع تاني هنا. وتعالوا نشوف اللي هيحصل. تعالوا نرحل الكتب بتاعنا. تمام ما فيش اي تغير وما فيش اي مشكلة. احنا دلوقتي محتاجين النبار او خلينا نعمل في الصفحة الاساسية الجزء الخاص ده. اللي هو اللي هنا ده. هنجيبه من كل القديم ده. اهو. ونركز عشان احنا هنستدقى اي حاجة تاني دلوقتي يحصل معنا ايرور. وهنا عاوز الايرور يحصل. وقولوك الايرور ده حصل ليه? دلوقتي بنان على الكولي الجديد. تمام? ونفروض هنا اه وما اطلحش الايرور عليها وهنشوف دلوقتي ليه? مفروض دلوقتي انا نستخدم اسمها ده بمرر له الرابط بتاعنا. طب بمرر له الرابط بتاعنا ليه? او ده فيديته ايه بالزبط? تعالوا نشوف فيديته ايه تحديدة. ده ده انا عاملها عشان او هنعملها دلوقتي عشان نحط فيها المسار بتاعنا. والمسار بتاعنا يبقى اول ما اقول له هو ياخد بتاعنا المساري الاساسي بتاعنا يروح ضايف كده على طول بعدها على طول بعدها عشان بعد كده يعرض لي البيانات اللي موجودة هنا في البرودكت. تمام? طيب نرجع كده تادي المساري رئيسي بتاعنا ونشوف هنعمل دي ازاي? هنروح هنا عندنا في الخلاص اه مش محتاجي هنا هنروح في تاني هنسميه هلبرز دوت بيتش بي. انت مش عاوز تسميه مش عاوز تعمله ما تعملوش لكن من الافضل انت بتعمل حاجة زي كده تخلي بتاعك منصة. ما لها هلبرز دي تحديدا دي هيبقى فيه بتساعدنا على الشغل بتاعنا. بتساعدنا على الشغل بتاعنا خالص نجد تساعدنا بس على الشغل بتاعنا. الفنكشن الاولية الاولانية هي يو ار ال ويو ار ال دي بتاخد برامتر. لو يعني الوضع الطبيعي بتاعه انه هو فاضي. ما فيش اي حاجة خالص. تمام? طيب بترجع ايه بالزبط? بتايكو بتاعنا اللي احنا عملناه. اللي انت هتبعته. اوكي? لو انت ما ابعتش يبقى هو خلاص هياخد ال الاساسي. وفي الحالة الطبيعية بتاعتنا اللي هي هنا هتبقى بقى. في الحالة الطبيعية بتاعتنا هيروح طبيعا مين? وتعال نشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل معنا في الكود بتاعنا. بالشكل ده. لو في مشكلة هنا حاصل. اساسا ما ما زهرش معايا. هلشوف تصدق اصلا ما زهرش. لا في مشكلة. ثانية واحدة. احنا هنا ماينفعش يزهر ما يزهرش معنا البرودكت وده السبب وحيد لاننا ما استدعيناش الملف ده في زي ما استدعينا. خلونا نستدعيه اللي هو هيبقى دوت بيتش بي. دوت بيتش بي. تعالوا نشوف كده. زهر معنا يبقى الارورك انتزهر معنا بس انا ما اخدش بالي اسف. الارورك انتزهر معنا هو اسم ما استدعاش الملف بتاعنا خالص. وقادي لو احنا دوسنا على شوه ركز هنا على الجنب الشمال تحت هتلاقيه زاهر لك اللينك بتاعنا ومعه برودكت لو دست عليه هيروح على برودكت بس طبعا هادلين ام في سي دوت لوكال طبعا انا مش عاوز اعمل كده خلاص انا عاوز ماي ام في سي دوت لوكال يبقى انا حطيت الباص غلط جدت الباص اللي دي ما حطيته فاروه على الكون فيك دوت بي اتشي بي اه اه انا اقسف جدا. تمام نرجع تالي للكوت بتاعنا بالفعل انا شو برودكت سودانا على البرودكت طبعا واندكس. ممتاز جدا جدا. طيب ايه رايكم نعمل? نجيب الناف بار ده بقى بالشكل ده. وهنجيبه على طول اودوماتيك وطبعا الكوت معاكم. فودي حاجات اتش تيميل فمش محتاجين نتكلم فيها كتير. اروح بس على الكرات ام في سي اروح على الاب واروح على الفيوز اروح على الانك اروح على الهيدر دوت بي ايش بي. اخد الكوت ده زي ما اهو. نروح على الهيدر بتاعتنا احنا بتاعت البروجكت بتاعنا هنا ادي ايب ادي الفيوز ادي الانك ادي الهيدر بالشكل ده اروح حطت الكوت وتعالوا نشوف ايه اللي يحصل معنا بالزبط. برودكت. يبقى برودكت اندكس وهنا برودكت اد. تعالوا الاول نشوف الريزلت وبعد جده نرجع نشوف ايه اللي حصل في الكوت بتاعنا. هنا اهاي بقت بالشكل ده. تمام ادي اد برودكت وادي برودكتس وادي اللي هو بتاعتنا. وادي اللوجو كمان جاء. طيب اللوجو جاء ازاي? تعالوا بالراحة كده نشوف اللوجو جاء الثاني. اللوجو جاء لان انا حطت في هنا جوه حاطت اللوجو دوت بانشي. اوكي? فهو جابه. لان انا احطه عشان بس اللي ما شافش وانا بحطه لان انا احطيته قبل الفيديو. هتيجي هنا في مكان اللوجو. استخدمناه تاني هنا هون. جوه طبعا البيز يوار ايل بيشير لإيه? للمسار بتاع بتاع بتاعنا. اوكي? والمسار بتاعنا جوه. هو بياخد جوه. طبعا نخش جوه اميجيس ولوجو دوت بانجي. وبالتالي احنا جبنا اللوجو بتاعنا. ننزل تحت يوار ايل الاولاني لهون. خلاص مش ممرر له حاجة وبالتالي هو هيبقى المساري الاساسي بتاعنا. ويوار ايل برودكت اندكس. هيروح على برودكت كنترولر. والمثود اللي اسمها طيب. تعالوا بقى نرجع للكوت بتاعنا. خلاص مش عاوزينها دلوقت. وده الكوت القديم مش عاوزينه خالص دلوقتي. والاوتولود مش عاوزينه. والهم خلاص برضو. مش عاوزينها. نروح على الهم كنترولر. قلنا الهم بيلود الهم. طيب. البرودكت كنترولر بقى. تعالوا نرجع كده بالراحة. البرودكت كنترولر. ونشوف هنعمل ايه فيه? والكلام ده ان شاء الله هنشوفه في الفيديو اللي جاي. زي نستعرض. خلينا الفيديو جاي عشان بس الفيديو ما يطولش. زي نستعرض البرودكت بتاعتنا هنا بالشكل ده. احنا طبعا خلاص جبنا البرودكت سيعتبر. ومعنا البيانات بتاعتها باقي ان احنا بس نعرضها في الديبل ده. وده اللي هنشوفه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.